موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى في الآية الثالثة والخمسين من سورة آل عمران ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت في كتابك وعلى رسلك واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق وبعد أن قبل الحواريون دعوة المسيح عليه السلام إلى التعاون معه واتخاذه شاهدا عليهم في إيمانهم وقفوا أمام ربهم ولكن لا ليشهدوه على إيمانهم لأن الله يعلم ما في الصدور بل ليرفعهم إلى مستوى الدعاة إليه المجاهدين في سبيله الذين يشهدون على الناس في خط الرسالات الكبيرة في الحياة فإن الله قد جعل للطليعة الواعية المجاهدة دور الشاهدة على الناس كما جعل للرسل الدور الأول في هذا المجال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين دعاء منهم لله سبحانه أن يجعلهم في زمرة المؤمنين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولأنبيائه بالصدق والأمانة ليفوزوا بما فاز به المخلصون والمرضيون وينالوا ما نالوه من الكرامة عند الله سبحانه فأي شهادة وأي شاهدين إن الوسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين شهادة تؤيد حق هذا الدين في البقاء وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين صورة يراها الناس فيرون فيها مثلا رفيعة يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجود وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته ونظام مجتمعه وشريعة نفسه وقومه هو شهادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتها وهي أعز ما يحرص عليه الأحياء من ثم يدعى شهيدا فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه أي أن يوفقهم ويعينهم في أن يجعل من أنفسهم صورة حية لهذا الدين وأن يبعثهم للجهاد في سبيل تحقيق منهجه في الحياة وإقامة مجتمع يتمثل فيه هذا المنهج ولو أدوا ثمن ذلك حياتهم ليكونوا من الشهداء على حق هذا الدين وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام فهذا هو الإسلام هذا هو الإسلام كما فهمه الحواريون وكما هو في ضمير المسلمين الحقيقيين ومن لم يؤدي هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه فأما إذا ادعى الإسلام ثم صار في نفسه غير سيرة الإسلام أو حاولها في نفسه ولكنه لم يؤدها في المجال العام ولم يجاهد لإقامة منهج الله في الحياة إيثاراً للعافية وإيثاراً لحياته على حياة الدين فقد قصر في شهادته أو أدى شهادة ضد هذا الدين شهادة تصد الآخرين عنه وهم يرون أهله يشهدون عليه لا له وويل لمن يصد الناس عن دين الله عن طريق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين وما هو من المؤمنين وجاء في الكثير من التفاسير أن عدد الحواريين كان 12 وبعض المفسرين ذكر أسماءهم ومهنهم ونحن نسكت عن ذلك لحديث أسكت عما سكت الله عنه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا صمم أعداء عيسى عليه السلام من بني إسرائيل على اغتيال عيسى سلام الله عليه وقتله حيث لا حيلة ولا وسيلة للخلاص منه إلا بهذا السبيل ومكر الله أي وأبطل الله مكر هؤلاء وعاقبهم بعقاب الماكرين المحتالين وجعل عيسى بمن جات من مكرهم والله خير الماكرين أي خير من يعاقب الماكر الغادر بما يستحق كلمة المكر بالمصطلح المعاصر تختلف كثيراً عن معناها اللغوي فالمكر بالمعنى المعاصر هو وضع الخطط الشيطانية الضارة ولكن معناها بلغة العرب هو البحث عن العلاج لأمر ما وقد يكون حسناً أو سيئاً فالمكر صرف الغير عما يقصد خيراً كان أم شراً وفي القرآن وردت كلمة المكر مقرونةً بكلمة الخير إذ يقول ومكر ومكر الله والله خير الماكرين كما وردت مع السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولهذه الآية نظائر كثيرة منها قوله تعالى ويمقرون ويمقر الله والله خير الماكرين وقوله تعالى وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وقوله تعالى قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وقوله تعالى أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ والخاسرون والمراد بمكر الكافرين والمنافقين الحيلة والخداع والغدر وتبييت الشر أما مكر الله تعالى فالمراد به إبطال مكر الماكرين وتدبيرهم وفي القرآن صفات كثيرة أطلقت عليه سبحانه وظاهرها يوهم عدم جواز نسبتها إليه تعالى مثل الشاكر والمؤمن والتواب والمتكبر ومع التأمل والإمعان يجدها في محلها فإن معنى الشاكر أنه سبحانه يجزي الشاكرين والمطيعين بالثواب ومعنى المؤمن أنه مصدر الأمان والسلام ومعنى التواب أنه يقبل التوبة من التائبين ومعنى المتكبر أن كل ما في الكون حقير بالنسبة إليه تعالى وبهذا يتبين معنى أن المكر حرام إذا قصدت به الإضرار بالغير وحلال إذا قصدت به دفع الضرر عن نفسك أو غيرك ونذكر مثالين على إبطال الله لمكر الكافرين وكيدهم المثل الأول أن اليهود مكروا بطواطئهم على قتل عيسى عليه السلام ولكن الله سبحانه أبطل مكرهم حيث ألقى شبه عيسى على يهوده الذي حرد على قتله ورفع عيسى إلى السماء الثاني أن قريشاً أجمعوا أمرهم أن يتخلصوا من محمد صلى الله عليه وآله وذلك أن يختاروا شاباً من كل بط ويضربوه بسيوفهم وهو نائم في فراشه فيتفرق دمه بين الجميع فأبطل الله مكرهم حيث أمر نبيه بالخروج من مكة وأن ينام علي في فراشه يوهم القوم أن محمداً لم يسافر خوفاً من اللحاق به واستلق علي في فراش بن عمه ولما اقتحم المتآمرون الدار وجد علي هو الذي يرقض في الفراش وذهب الله بكيدهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال ولهذا أمكن نسبة المكر إلى الناس الذين دبروا لعيسى عليه السلام دبروا له المكائد في خططهم الشيطانية التي حاولوا فيها إسقاط رسالته وإبطال دعوته وإبعاده عن ساحة التغيير الرسالي للواقع وتهديد حياته بالقضاء عليه وهذا هو المكر السيء كما أمكن إسناد المكر الحسن إلى الله سبحانه وتعالى الذي خطط ودبر لحفظ حياة نبيه وصون دعوته وإعداد الفرص الكفيلة بإنجاح رسالته في مدى الامتداد الزمني وإذا كان الله هو الذي يدبر بمكره الحسن فهل يملك أحد أن يقف أمامه أو يأمن مكره؟ إنه الذي يملك الأمر كله ويحيط به من كل جهاته ويحرقه من خلال حكمته بينما لا يملك الآخرون من الكافرين لا يملكون إلا القليل القليل مما مكنهم الله به من القوة التي أراد لهم أن يوجهوها في طريق الخير فوجهوها في طريق الشر وهكذا نستوحي من هذه المقابلة بين مكر الله ومكر الناس كيف يتحرق الصراع بين الحق والباطل والإيمان والقفر والخير والشر لتكون النتيجة في نهاية المطاف للحق والإيمان والخير لأنها إرادة الله التي لا بد من أن تصل إلى غياتها ولو بعد حين والمشاكلة هنا في اللفظ هي وحدها التي تجمع بين تدبيرهم وتدبير الله فأين هم من الله؟ وأين مكرهم من تدبير الله؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة